موسيقى اخرى لرجحت كفة لا اله الا الله وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام اللهم صلي على الحبيب وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فالرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم استفرهيم ربنا سبحانه وتعالى اصطفى امة محمد عليه الصلاة والسلام على كل الامم سيدنا موسى عليه السلام قال يا رب العالمين قرأت في الالواح ان امة تأتي من بعد جعلت لها الارض مسجدا وطهورا اجعلهم يا رب امتي فقال له الله سبحانه وتعالى يا موسى انهم امة حبيبي محمد قال موسى يا رب العالمين قرأت في الالواح ان امة تأتي من بعد غرى محجلين من اثار الوضوء اجعلهم يا رب امتي فقال له مولانا عز وجل انهم امة حبيبي محمد فقال موسى يا رب العالمين قرأت في الالواح ان امة تأتي من بعد يغفر لها ذنبها بمجرد ان تتناول طعامها لانها تذكر الله سبحانه وتعالى اجعلهم يا رب امتي فقال له مولانا عز وجل انهم امة حبيبي محمد فقال موسى يا رب العالمين اذا كان الامر كذلك فانني ادعوك واطلب منك ان تجعلني من امتي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له مولانا عز وجل يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين فالصحابة كلهم ينبغي اجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم وعدم الاساء اليهم وعدم سبهم ومن يفعل ذلك فهو بعيد عن منهج الله ورسول قال لنا بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سفينة النجا لمن التجا وهم العطر الطاهرة الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحبهم فقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل إلا المودة في القربة فمن يحب النبي وقدنا مطالبين بحب سيدنا النبي لابد أن نحب آل بيت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإحنا النهاردة يا سيد إبراهيم عندما نتحدث عن الصحابة أنا اخترت النهاردة صحابي جليل لشيء الموضوع طويل أويب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنتكلم عنه واخترت واحدة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدة فاطمة الزهراء نتحدث عن بعض الجوانب المضيئة والمهمة في حياتهم ونربط ضهب وقعنا دلوقتي ونشوف الفرق بين تصرفات هؤلاء الصحابة وتصرفاتنا دلوقتي وإحنا واجبنا نقتدي بيهم ونعلم أولادنا محبة رسول الله ومحبة صحابة رسول الله ونعلم أولادنا محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا كرمهم وذكرهم في القرآن العظيم لما أبدأ وأتكلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود سادس ستة دخلوا الإسلام يعني رسول الرقم واحد هو كالرقم ستة سيدنا عبد الله بن مسعود ده وصفه أبو بكر الصديق بأنه أذكى العلماء سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيشتغل راعي في البداية وبعد كده ترك الراعي ويشتغل خيار يخيط الملابس ويذكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أحبه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وخليني أحكي لحضرتك وللسادة المشاهدين إزاي أسلم سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كنت أرعى غنما كان بيشتغل راعي غنم لمنبأ أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط وده الرجل الكافر اللي هو كان ضد سيدنا النبي على طول الخط وقد قتل في معركة بدر كنت مرأى غنم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا وبكر الصديق فقال له يا هلام هل عندك من لبن؟ أشرب لبن من عندك؟ قال لا نعم ولكني مؤتمن يعني ما أقدر شوف أمانته بقى بيعلمنا درس مهم أوي إن الراعي ده مسؤول مش يديل أي حاج لما أنا أكون بشتغل في محلة أو في دكان أو في سوبر ماركت لبأ أنا لا أعطي شيئا لأحد إلا بعد استئزان صاحب المكان أنا بيبيع على أداء بسر أداء وده شيء مهم جدا يبع عندي أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل المهم أن سيدنا عبد الله بن مسعود جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا مؤتمن فرسول قال له هل عندك من شاه غير حلوب؟ اديني بس أي شيئا من عندك حتى لو ما كانتش حلو قال له خلاص جاب له شاب مش بتحليبش خود بتحليبش خودش ما تعمل إيه فذكر النبي ربه سبحانه وتعالى ومسح على ضرعها وجاب إناء وحلب فنزل اللبن فدي كانت آية ومعجزة فشارب النبي ثم شارب الصديق ثم شارب عبد الله عندئذ تأكد عبد الله بن مسعود إنه أمام شخص مش عادل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فآمن ودخل في الإسلام فكان سيده الستة فدع له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك عالم معلم متعلم يعني هتعلم الأمة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا أول ملمح من حياته الملمح التالي المهم جدا إن عبد الله بن مسعود كان قصير القامة ضعيف البنية رفيع الساقين ومع ذلك أستاذ إبراهيم كان بقول عن نفسه شوف كلامه الجميل بقول والله ما من آية نزلت من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت عبد الله بن مسعود ده اللي كان رفيع اللي الساقين ضعيف البنية صعد ذات يوم إلى نخلة فالصحابة سخروا من ضآلة جسده ورفع ساقين فالنبي سألهم مما تتغمزون تحكوا على إيه قالوا يا رسول الله نسخر من ساقين بن مسعود هاتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما وناصحا ومؤكدا أن الرجل ليزن عند الله بطوله ولا بعرضه ولا بمنصبه ولا بصحته ولا بدولاراته ولا بريالاته ولا بفلاته وإنما يوزن بتقواه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى يقول ربي عز وجل في القرآن العظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي مما تسخرون قالوا نسخر من ساقين بن مسعود هاتين فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام والله 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 وفي رواية أخرى والذي نفس محمد بيده إن ساقي بن مسعود هاتين ستكون يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان يا خبر أبدا شفى صبراهيم الدرس المهم أوي ساق رفيعة جدا ونس بيسخروا منها حتيبها يوم القيامة إيه؟ أسقل من جبل أحد وده درس مهم لنا كلنا درس مهم لبعض الناس إنهم يسخروا من الناس وربنا قال لنا يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم إيش معنى يعني الستات؟ قال لك لإن الغيرة من الستات عالية قوي ما في الست بتعجيبها ست ولازم كده تلاقي فيه نيقار وغيرة عالية منهم عشان كده ربنا قال لنا محدش يسخر من حد واللي يسخر من حد ده قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح من عاير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل خد بالك يا صدر إبراهيم اللي بعاير حد بذنب مش حيموت إلا لازم يعمله وبعدين لما أنت بتعايره ليه بالذنب ما هو لما عمل ذنب رجع لربنا وربنا هو التواب الرحيم وغفر له وانت مالك ومساح له زنوبه فأنت كل شوية عملت فكروا بالمصيبة اللي عملها ما أنت كمان مفروض تبعون ليه على الشيطان مش تساعد الشيطان أنه هو ينتصر علي مسيدنا النبي علمه درس مهم جدا أنه إحنا لا نوزن الناس بفلوسهم أو بمناصبهم أو بمتاعهم الدنيوي ولكن دائما وأبدا نكون مع الله سبحانه وتعالى ويوزن رجله بتقوى وإخلاصه لله سبحانه وتعالى برضو في التطبيق العامل المسألة دي لما سيدنا علي بن أبي طالب جاله واحد وقال له أنا عندي بنت أجوزها المين قال له أجوزها للغني اللي عنده منصب اللي عنده اللي عنده لا حتى قعدة عشان نتعلم كلنا قال له زوجها بمن يتق الله مهمة أوي لو عندك بنت زوجها بمن يتق الله فإذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها وده درس مهم جدا لازم نتعلمه وده محطة مهمة جدا في حياة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في محطة كمان عايز أتكلم فيها في حياة سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من كبار صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كان بتعب جدا من أجل لقمة العيش وما أصعب لقمة العيش في الحياة ما أصعبها المرء يرغب أن يعيش وطوله عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يصره جاء عبد الله بن مسعود وفي يده جرح من كثرة عمله كان بيتعب أوي وبيشق أوي ويبزل كل جهده في عمله بزايد الوقت لأي الناس نايمة طول النهار وصاحية طول الليل من فضائية الفضائية ومن فيلم الفيلم ومن تكشو لتكشو ومن كده إلى كده فاضل على الفجر التالت الساعة ربنا قال واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا النهارة معاشة وإحنا غيرنا الآية يا صيد إبراهيم بأن واجعلنا الليلة معاشة واجعلنا النهارة لباسة عشان كده صحينا من النوم جسمنا مكسر وياريتهم معاشة وياريتهم بيشتغلوا يعني ياريتهم بيشتغلوا فعلا لقوم من النوم جسمنا مكسر وتعبنين مع إن الصحابة زمان تعرف كربنا بكرمهم ليه كانوا بيصحوا صل الفجر دلوقتي فخلفهم بعدين خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشواتفة سوف ألخابنا غية أنا كنت بصلي في الجمع اللي تحت بيتي خمس طنفار بيصلوا الفجر يا أستاذ إبراهيم من بينهم عامل المسجد خمس طنفار فقط خمس أفراد بيصلوا الفجر يوم ما المسلمين نسوا صلاة الفجر هتبقى مشكلة كبيرة جدا لأن يا أستاذ إبراهيم عايز أقول لكل الناس يا جماعة الرزق بينزل بعد صلاة الفجر يا أستاذ إبراهيم الرزق بينزل بعد صلاة الفجر اللي بيصلي الفجر ربنا بيرزقه واللي ما بيصليش برضو بيرزقه لان ربنا اخذ عهد ان يرزق كل الناس لكن بيربعت معا اللي صلي الفجر حاجة اسمها بركة ربنا سبحانه وتعالى فيصبح القليل في يده كثيرا في حاجة تانية مهمة جدا اللي بيصلي الفجر بيشم رياح اسمها رياح الصيبة بالمناسبة حتسألني يعني رياح الصيبة دي حولك رياح الصيبة رياح طيبة تخرج من المدينة المنورة منين حتة بالزبط تخرج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما الفجر يدن تخرج بير رياحة طيبة وتلف الكونة كلها فاللي بيصلي الفجر تلقى وشه منور صحته كويسة الناس كلها بتحبه ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه كيفان هو في ذمة الله اللي بنصد للفجر كان في ذمة الله لو انت في ذمة الله حد حيقدر عليك فيسأل هنا هل لازم في حد ممكن يصلي الفجر بس بصليه في البيت مقدرش يروح الجامعة ده ايه ما اقول لحيتك من عجز عن الذهاب إلى المسجد يمكن يصلي في البيت اللي تعبان ومش قادر مش قادر ينزل ممكن يصلي بزوجته بيته في لياخد صحاب الجماعة صلى لوحده وصلى بزوجته انما الاصل من الكلام ده نصحاب الفجر موجود موجود يعني ما فيش النفجة لازم المسجد لا ما انا عايز اقول لحيتك حاجة مجد لكن الذي يذهبه إلى المسجدي بأكل يتأكيد مشي وتعب لو حاجة عادة يا رب امها دهنا ابتهد وخد حاجة اكتر انما اللي قدر يعمل ده ربنا حكمه طيب يجيبك سيدنا النبي خدينا جاوبك بكلام لسيدنا النبي فيش كلام بعد كلامه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين المشائين في ظلم الليالي إلى المسجد بيارة صلب بشرهم في النور التام يوم القيام بحياخد صواب عظيم لكن إذا الواحد تعباد أو مريض وما إلى ذلك عنده ضيوف مش قدر يخرج وما إلى ذلك وصلى في بيته تجزئه إن شاء الله وربنا يكتبه في ضفطر المقبولين إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أنا مثلا واحد أنا بصلي الحمد لله الحمد لله كل يوم أصلى الله يبديم عليك يعني الحمد لله ده فضل ربنا ده نعمة ربنا يعني هو اللي أنا بيقومني يعني أنا عملت الحمد لله أنا أقرب لما إلي ماشي عشر دايما بتاع إنما لو روعت عملت كلام ده كله يعني أنا بقدر أصلي بنام شوية بعد الفجر الثاني أبوح تمام يعني ما قدرش بنام ليه إن أنا شغلي بعد الظهر بالليه ظروفي كتا نعم ما فيش مشكلة بصبرين آه فأنا أنا أصلي أنا مش أنا بقاها أنا بتكلم عشان الناس كتير الناس كنا تسمع الراسول كان بيصال الفجر ثم بعد ذلك كان يتجع في سريره يمدد صلى الله وسلم وينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع مقداره ومحي ثم بعد ذلك يصلي صلاة الضحى صلى الله عليه وعلى عليه الصلاة والجمعين ثم ينطلق إلى أموره الدنيوي أنت تعبان ومنتش قادر ونمت بأسات الفجر مش هيحرج عليك في هذه المساعدة أنا بتكلم عشان في الناس كتيرة يعني ممكن يقولك طبعا أنا مش قادر فعلا أنا روح اللامع يعني لو أنا أو أعدل لو روحت اللامع والبتاع والكلام ده كله تبتكلم في نص ساعة بين ديها حتيني مش هتعرف تنام لو أنا صحية من دوليتي مش حارف أشتغل تاني حالي على بالليلة آآ آآ بقى مثلا مثلا أنا أنا بكلم على حالة الحمد لله ما أدور على الحمد لله في ناس كتير الحمد لله الحمد لله جز على الأول صبريب إمتى إمتى ببقى الواحد ربنا يا حزب وسأله سأله سأله العسير عسير جدا لما ينام ويسمع عدل فجر وقول الله أكبر لا ده موضوع وحط المخدة على دماغه لا ده موضوع تاني ده شيطان اللي بيعمل كده مش طيب يعمل كده نعم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فرقد فإذا قام للصلاة انفكت العقدة الأولى وإذا توضأ انفكت العقدة الثانية وإذا صلى انفكت العقدة الثالثة وإلا أصبح خبيثا نفسك أسلام خلينا مع سيدنا عبدالله بن مسعود وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله وقال له يا رسول الله قال عندي مشكلة كبيرة أوي ان في يده جرح من كثرة عمله اللي كان بيعرأ وكان بيتعب جدا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيده الشريفة ووضع فيها وسامة استحقاق من الطبقة الأولى بقول سيدنا النبي يا جماعة وضع في يدي عبدالله بن مسعود وسامة استحقاق من الطبقة الأولى وقال عليه الصلاة والسلام ان هذه اليد لن تمسها النار أبدا وهو في رواية أخرى هذه يد يحبها الله ورسوله شو بقى الدرس المهم من أن نتعلمه الإسلام عايزنا نعمل وإحنا بنبني دلوقت مصر الجديدة لازم كنا نشتغل مش نشتغل بس ده احنا آخر نعمل كل ما علينا يعني نبدل كل جهدنا في عملنا ونشيل بقى الجمدة البغيضة ونمالي أو أنا وبعد الطفان أو على قد فلوسهم الجمدة البغيضة اللي بقولها بعض الناس الوقت على قد الفلوس لا والله العظيم والله عن تجربة لو أخلصت لربنا سبحانه وتعالى وكان مرتبك قليل ربنا حيبريك لك في القليل ويصبح كثيرا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ما ننساش بركة ربنا سبحانه وتعالى ده معنى ده درس مهم قوي إن الإسلام بيحب الإيد الخشنة بيحب الإيد اللي بتعمل الإسلام يقره الأيد المطرفة الإيد اللي ما بتشتغلش الإيد اللي هي ما بتنتكش الإيد اللي هي ما بتزولش جهدها في عراقها في العمل وفي التعب وفي المشقة هذه يد يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا من الجوانب المهمة جدا اللي نتعلمها من سيدنا عبدالله ابن مسعود انه كان مؤمن جدا بربنا وكان مستعد يعمل اي حاجة من اجل بلده كان بيحب اوي بلده وكان بيحب اوي دينه وكان بيحب اوي مجتمعه الاسلامي سيدنا عبدالله ابن مسعود الرسول نزلت عليه عليه الصلاة والسلام سورة النجم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَغَوَى فقال النبي عليه الصلاة والسلام مين يقرأها على الكعبة لأهل خريش فالصحابة بعضهم خاف قال عبد الله بن مسعود قصير القامة ده ضعيف البنية ده القصير جدا ده قال أنا يا رسول الله أنا لها ورح عند الكعبة وعاد يقرأ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَغَوَى وَمَا يَنْطِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِنْهُوَ إِلَّا وَاحْلٍ وَاحْلٍ صوت عالي جدا فأسمعها ودخل بعض الناس في الإسلام عندما سموا هذا القرآن أبو جحل زع جدا من هذه المسألة فلطم ضربوا قال أحدا كانت مع حاجة معاه على أذنه فشقها نصفين شق وإذن مين عبدالله ابن مسعود نصين فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رحله عبدالله ابن مسعود ودامه ينزل منه زع الأوس إن النبي وإذا أبي جبريل ينزل عليه السلام وهو يضحك قال له يا جبريل لماذا تضحك الرجل ودانه اتقطعت يعني لماذا تضحك يا جبريل قال له ستعلم يوم بدر يا رسول الله ستعلم يوم بدر وجاءت معركة بدر وصمتت الألسنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله ابن مسعود وكان بيحرص الصفوف الآخر قال له يا عبدالله قال يا رسول الله فتني فضل الجهاد في سبيل الله قال له أنت يكفيك أنك حرصت الصفوف فاذهب وانظر ماذا سافع الله بالفرح بالصدفة لا أمين أبو جاهل اللي شئله إيه ودانه فوضع رجله على صدره وقال له ها قد ده الإيه مصاب يعني مصاب بالنازع الأخير يا خلاص بيموت يعني فقال له ها قد أخزاك الله يا عدو الله فقال له وبما أخزاني ده من رد من أبو جاهل يا هذا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يرويع الغنم تصغير رعي غنم يعني يعني مش ها يعني يعني مرضو انت بلك شلاز معه رعي معزة مسلا وبما أخزاني آخر جملة قالها عندما تطلع روحه قال له قال له بلغ صاحبك محمدا أنه أبغض الخلق إلي في الحياة وفي الممات يا خبر بيض بلغ أخذ جملة ألها ومات طبعا شوف حيثك العناد حتى آخر رمق شوف أبو جاهل بيعاند إزاي حتى آخر حاجة عنده مصر ولو كان عنده أدنى عقل وفكر بالراحة كان دخل في دين الله سبحانه وتعالى وكان كسب الدنيا والآخرة لك ربنا ألف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومهمة الرسول هي البلاغ زي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فسيدنا عبد الله بن مسعود جره جر رأسه وشق أزنه زي ما عمل فيه كده وجره بقى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل عليه السلام ينزل وهو يضحك ويقول يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة أذن بأذن الودن هاي الودن هاي اللي أطعها ودن الرأس زيادة ودن الرأس زيادة كمان فده درس مهم جدا إن إحنا عبد الله بن وعسود أيضا كان مهم أوي درس مهم أوي عايز أقوله كل المشاهدين كان بقرأ خرآن كتير أوي يا ريت الناس اللي شايفينها دلوقتي من فينا كده سيبراهيم بيخصص لورد كل يوم ما بنساش ناكل ما بنساش نشرب ما بنساش نلبس شاش نتفسح نشوف مسلسلات نشوف توكشو من فينا كل يوم كده عامل ورد من القرآن بيمسك كلام ربنا وينور بيه عينيه وينور بيه إيديه وينور بيه قلبه وينور بيه بيته ويطرض الشيطان من بيته من فينا بيعمل كده والله لو عملنا كده ربنا حكرمنا سيد النبي علمنا وعندناه اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان مش المطلوب بالناس انها تحفظ قرآن لكن المطلوب بالناس سبراهيم انهم يقروا القرآن ده كلام ربنا اصلاح حفظ القرآن ده فيضجود اللي بزل موجود منحة من الله لمن يصطفي من العباد لكن المطلوب مننا كلنا ان احنا نمسك المصحف ونقرب حتى لو بنتعتع كل قرية حتعرف فيها حاجة كل قرية اكيد حتستفيد بها حاجة لان ربنا هو اللي حسم المسألة دي لما قال لنا سبحانه وتعالى ان الذين يتلون كتاب الله ما قالش ان الذين يحفظون القرآن لكن ان الذين يتلون يعني كإن المطلوب مني كمسلم ان انا اتلو القرآن امسك المصحف كده ونور به عينية انا بشوف ناس عندهم سبع مصاحف في اوت النوم وعشر مصاحف في الصالون ومصحف في العربية الشمس كاليتو تعاملنا مع المصحف انه احجيبه تعويز ما ينفعش يا سبراهيم انا عايز الناس تقرى القرآن عايز الناس تحفظ ولادها القرآن قرآن ده يحمي من التطرف ويحمي من الافراط ويحمي من التفريد قرآن ده خد منه ما شئت يعني ايه ما شئت ده اللي بعلمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرأ القرآن وفرصة دولئات احنا خلاص داخلين على الصيف اهو وداخلين على الاجهازة الصيفية لولادنا ففي الصيف نستسمر وقتهم ان احنا نحفظهم كلام ربنا سبحانه وتعالى هو اكبر عاصم من الانحرام انا يعني ازعل جدا لما لا الولد عرف لعبت الكورة واسماهم وحافظهم تسألوا عن صورة الناس تسألوا عن ولاد النبي كم عندوش ثقافة دينية وده احنا بنحمي المجتمعات القادمة باذن الله سبحانه وتعالى وده كلام يعني لانا عايز اقوله عن حياة سيدنا عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه كان قارئة للقرآن وكان النبي يقول من سره ان يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل به جبريل فليقرأه على ام عبد ام عبدالله هو من له عبدالله ابن مسعود ده اسمه امه يعني فكان هذا الرجل يقرأ القرآن بصوت جميل جدا وصوت رائع وكان النبي يحب ان يسمع من عبدالله ابن مسعود القرآن فسألوه قالوا له رسول الله نقرأ وعليك وعليك انزل فقال انني احب ان اسمعه من غيري كان بيحب يسمع القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فيه سأل يا دكتور الرسول عليه السلام كان بينزل عليه الوحي بالآية وبعدين هو بيردد هذه الآية انهم ما كانش بيكتب صلى الله عليه وسلم عليه السلام والسلام فكان بيردد هذه الآية او بيقولها للصحابة وللموجودين اللي هم بعد كده كانوا بيكتبوا وبيعملوا ده مش كده كان عبدالله ابن مسعود منهم عبدالله ابن مسعود هو احد كتبت القرآن احد كتبت القرآن هم كانوا اربع يكتبون القرآن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم سيدنا عبدالله ابن مسعود وعبي ابن كعب موعة من الصحابة كانوا يكتبون الوحي إلى رسول القرآن بس ما كانش حد بيكلمهم أبداً عن السنة يعني رسول قال في هذا الوقت قال ما حد شكتب عني السنة خاف أن يختلط القرآن بي السنة حلو قوي بس عشان النقطة دي مهمة بس بنيكلم فيها فحضرك تشرحها لنا بس هم كتبوا ده وبعدين ايه يعني ما امشي بديهتني النقطة دي عايزة شرحي دلوقتي نصح هذه النقطة حتى تعرف أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة 13 سنة في مكة المكرمة و 10 سنوات في المدينة المنورة كان فيه كتاب للوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد بيسمع من رسول الله هيات كتير جداً كل واحد بيحفظ من رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ للصحابة القرآن فكان نزل عليها كذا وانزل عليها كذا إلى آخر عامين يا أستاذنا آخر عامين في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في رمضان وكان يدارسه القرآن يعني ايه يدارسه القرآن يعني قال له يا رسول الله ضع هذه السورة هنا ضع هذه الآية هنا يعني سيدنا رسول الله هو الارتب قبل ما هو الرسول ما لاتبش يعني عرف الترتيب بتاعه من سيدنا جبريل نزاله وقال له المصحف هكذا أصل المصحف ده هو في اللوحي المحفوظ وربنا تعهد يا صبراهيم قال إنا لحنا نزلنا الذكرة وإنا له حفظون الله سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظ الكتب السابقة كتب السماوات السابقة ولكنها تعهد بحفظ هذا الكتاب ليه؟ لأنه آخر إرسال السماوات إلى الأرض لأنه آخر كتاب سماوي ولأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء هو خاتم النبيين عشان كده ربنا قال إننا نزلنا ذكرى وإن له لحافظون سيظل محفوظا إلى أن تقوم الساعة والعرب زمان لما حاولوا يألفوا يجي يعملوا قرآن ما عرفوش ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وحكلم بعدين لكن خليني أقول ما الذي حدث سيدنا جبريل نزل على رسول الله في العامين الأخرين وكان يقول لهم دع صورة الناس في هذا المكان دع صورة الفلق هكذا الصورة دي اسمها كذا الصورة دي اسمها كذا الآية دي اسمها كذا وقال له يا رسول الله هكذا كان المصحف في اللوحي المحفوظ المصحف أحسن كان في اللوحي المحفوظ في السماوات العلا وبعدين نزل لبيت العزة في السماء الدنيا وينزل بقى منجم يعني إيه منجم يا سبراهيم يعني مفرق يعني حسب أحوال الناس في مثلا مشكلة زي مثلا نبهان الطمار نبهان الطمار ده كان راجل ببيع طمر في المدينة وبعدين شاف واحدة جات له واحدة حلوة شوية فشافة فعجبته فقال الديني طمر قال لها لا ده الطمر ده وحش قوي تعالي عندي طمر البيت جميل حده لك وخدها البيت وحاول أن يقبلها وتحرص شبه شوف حضرتك بعدها قالت له لا أحرام ووزيح اللي فينزع الشديد جدا ونهرت وما إلى ذلك وخرجت مسرعة فهو وزيح الأول زيعمل كده وفي بيته وفي المدينة فرح لسيدنا النبي على طول يا رسول الله حصل مني كذا وكذا وكذا القرآن بقى نزل على طول في التوى اللحظة ليعالك هذه المشكلة ليجد حل لهذه المشكلة مشكلة راجل قبل امرأة غضبا عنها وما إلى ذلك حاول أن يقبلها فنزل القرآن قال له يا رسول الله وأقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للزاكري يعني إيه الكلام ده يعني هو حاول مش تمضحك عليه يوم الموته يعني نكفاره نخرجه من الملة لا أقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ده درس مهم لنا قوي إن إحنا من يقسم الرحمة ربنا حتى إن الآية نزل ما فقاش بقى لنبهان ولا بدنجان ده موضوع تاني إنما عم بقى عشان كلنا كلنا هو اسمه نبهان يعني نبهان ما يعني ما نزلتش بإيه بقى أو اسمه نبهان فالقرآن ما نزلتش باسم نبهان القرآن ما بتكلمش عن أشخاص لكنها تحدث عن قضايا ويوجد حلول لكل وارد إن حد يغلط إنما ده ما يقسم الرحمة ربنا لما نسم في أسر بطر كان رأي سيدنا عبد الرحمة عمر بن الخطاب قتله وكان رأي سيدنا بكر اللي عفو عنهم نظير أن يعلم كل واحد منهم القرآة والكتابة وكان رأي عبد الرحمة المعوف مختلف كل واحد كان له رأيش النصول خاد برأي مين؟ أبكر الصديق وعفى عنهم نظيرة أن يعلم كل واحد منهم عشرات من القرآة والكتاب القرآن نزل في التولح بيعلمهم بقى تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة يعني القرآن كان عايز أتلوهم وربنا كان عايز أتلوهم ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول يعني أنت استشرت وما دمت قد استشرت وخدت الرأي وأدمع الصحابة على ده وخدت برأي الرحمة فخلاص ما فيش مشكلة لكن أنت كان واجبك أن تقتل هؤلاء فده معناه أن القرآن كان ينزل لكي يعلق على الأحداث التي تحدث وما فيش آية قرآنية إلا لها منازبة إلا لها قصة إلا لها حدودة يعني لما تيك تتكلم مثلا لكل آية حكاية لكل آية قصة وصف إبراهيم الفتحة دي نزلت إزاي وإيه والفلام ميم نزلت ليه والمنافقين نزلت إيه ما فيش آية في القرآن إلا وإن نزلت وكان جبريل في العامين الأخرين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ويدارسه القرآن ضع هذه الصورة كده ضع هذه الآية فيه هنا كده فكان القرآن مكتوبا في ألواح خطب رحيتك وفي نخيل الحاجات المتاحة في ذلك الوقت وكتب هذا المصحف وكان موجودا عند بكر الصديق فأعطى المصحف ده كله اللي كان نزع رسول الله بترتيب اللي قاله سيدنا النبي فنزل لها عند السيدة حفصة أم المؤمنين اللي هي بنت سيدنا عمر بن الخطاب وزوج رسول الله صلى الله وسلم وبعدين حصلت مشكلة بقى المشكلة اللي حصلت إن كتير قوي دخلوا في الإسلام بقى في لغات ولهجات واختلافات فسيدنا وكان فيه مصاحف متعددة ودخل بعض الشيعة في المسألة وعملوا مصحف اسمه مصحف فاطمة الزهراء وقال لك إن الرسول مات وهي كانت أعلى تزعلانة فكان جبريل بينزل عليها يسليها بقرآن تاني فلا سيدنا عمر حديبة فيه سيدنا عثمان فيه مشكلة كبيرة جدا فعمل مصحف اسمه مصحف عثمان اللي هو موجود حتى الآن وكل المصاحف اللي كانت موجودة بعد ذلك بقى دي حرقها وذلك سيد النبي قال لنا في القرآن أقرأني جبريل القرآن على حرف واحد فلم أزل أستزيده حتى جعله على سبعة أحرف إزاي يعني يا صبريم أدل حيثك نموزك يعني مثلا إهدنا الصراط المستقيم بعض القراءات إهدنا الصراط المستقيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها قراءة تانية ألا تحزني قد جعل ربش تحتش سريا يعني إيه وقد ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقد ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن فيه قرآن أخر كتاب سموي ففيه لهجات مختلفة وقد شوف تقول الإنجليز الإنجليزة مقروا قرآن بانطأه أو أي حد بيقرأ قرآن غير عربي يخطئ في بعض يعني بانطأ بالعافية فكان لازم القرآن ينذل بهذه الطريقة ويتم الحفاظ عليه وسيظل محفوظا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يرس الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهي دي القصة قاعد القرآن ينذل على رسول الله فكان موجود على سيدنا جبريل وهو الذي سمى يعني سيدنا جبريل سمى هذه الصور يعني هذه الصورة فيه صور في القرآن لا اسم واحد وفيه صور في القرآن لا اسمين يعني مثلا صورة محمد لا اسم تاني اسمها صورة القتال جبريل برضو اللي قاله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندك صورة الضهر هل قاتل الإنسان يحينه من الضهر تسمى أيضا صورة الإنسان فهي الإنسان أو الضهر فكل يعني كل حاجة فيه القرآن نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال له فالقرآن توقيفي يعني توقيفي يعني متوقف على ما قاله جبريل للرسول وجبريل جابه منين من لوح المحفوظ من لوح المحفوظة عند ربنا سبحانه وتعالى وشو بس نموتك يوضح المسألة دي بسرعة جدا لما ولدت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها يا أستاذنا لما تولدت فالسيدة فاطمة الضهراء قالت أنا مش هسميه مش هسميه هسأل علي يا علي أن جبت بنتا اسمها سميها قال لن أسميها حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم رحل سيدنا النبي خلفت بنتي سميه لي قال لن أسميها حتى أسأل أخي جبريل شوف الاحترام درجة ارتباط جبريل ألولو يا جبريل فاطمة أنجبت ولدا سميها قال لن أسميها بنت آه بنت حتى أسأل رب العزة سبحانه وتعالى شوف سيدنا علي ما بيش سميها وقال الرسول ما بيش سميها وده الجبريل جبريل ما سمهاش سمها الحق سبحانه وتعالى نزل الوحي من السماء سميها السيدة زينب وده اللي حنتكلم عنه إن شاء الله أستاذ إبراهيم بإذن الله وحلى أخواته إن شاء الله إذن أحيان الله في الأيام الأسبوع القادم إن شاء الله عندما نتحدث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ونتحدث أيضا عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضها دكتور نعم يعني فضلنا يعني زي نص دقيقة كده طاشر بس شوية أولا يعني ربنا يكرمك يعني في القلت وربنا يزيدك الله ما جعله وخلصها الوجه الله فيعني إحنا محتاجين أول دلوقتي محتاجين أول يعني الدعاء بناء طيبة للبلدنا والدعاء بناء طيبة لينا والدعاء يعني يعني أنا مش عارف ندعو الله سبحانه وتعالى لمسا الغريب اللهم بفضلك استرنا ولا تضحنا وعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخذل عنا ولا تغذلنا واسترنا يا الله واستر أولادنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترك يا رب العالمين اللهم وفق المصريين جميعا لما تحب وترضى واجعل قوت مصر من غر سيحة يا رب العالمين ولا تحوجنا أبدا لقروض من أحد ولا لمعونات من أحد أبدا يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين شكرا دكتور وحدا أزاكم الله خير ونفسكم وبشكر حضرككم في الصباح الأخير